موسيقى الرئيس السيسي يواجه بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية مصر تدين الهجوم الارهابي الذي وقع بمحافظة كاركوك بالعراقة وأسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحة القوات الروسية تقصف منطقة نيكابول بالمدفعيات الثقيلة وقصف أوكراني لأحياء فود دونتسك الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينيكش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المغزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على انتداد رقعة الجمهورية بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مغزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية وكذلك زراعة المحاصيل للموسم الزراعي الحالي واطلع الرئيس السيسي على موقف المغزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المغزون الاستراتيجي منها مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية كما تابع الرئيس السيسي مستجدات الموسم الحالية لزراعة القمح موجها بأن يتم تحديد سعر التوريد للقمح بحيث يحقق عائدة اقتصادية مغزيا للمزارعين والفلاحين ويدعي مزيادة كميات توريد القمح وأضاف متحدث الرئاس أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوت كما اطلع الرئيس السيسي على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة الذي يضم ستة مصانع متنوعة لتغطية الانتاج المحلي والتصدير بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي وموقف مشروع مراكز تجميع البلازمة أكد المستشار دكتور حانفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد له آثار هامة بالنسبة للدولة حيث يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقيات التي وافقت عليها مؤخرا بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية وأوضح رئيس المجلس أن مجال عمل مشروع القانون يقتصر على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين هذا المشروع المعروض على حضراتكم اليوم دقيق جدا فنيا وقانونيا وله آثار هامة بالنسبة للدولة لأنه يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرا وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية خاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط بهدف مكافحة التهرب من الضرائد وإخفاء المتهربين لصرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم انطلقت فعليات مؤتمر الإسكان العربي السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يستمر خلال الفترة من الثامن عشر إلى العشرين من ديسمبر الجاري ويتنعقاض المؤتمر على همش فعاليات الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة وشارك في المؤتمر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار وعدد من وزراء الإسكان العرب وقيادات قطاع الإسكان في مختلف الدول العربية وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام مؤتمر الإسكان العربي السابع أن العاصمة الإدارية تشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها وضف أبو الغيط أن العاصمة ستوفر سكنا كريما للأجيال المقبلة وستكون مركزا للنشاط العام والابتكار في مصر هنا في هذه المدينة التي كانت منذ أقل من ست سنوات أرضاً جرداء على تخوم القاهرة وها هي اليوم بفضل التخطيط الطموح وسواعد المصريين وجهدهم تخرج للواقع في وقت قياسي إن هذه المدينة وغيرها من المدن الجديدة التي أطلقتها الدولة المصرية وهي كثيرة ستشكل واجهة مصر الحديثة ومستقبلها ولهذا المكان رمزية قوية لما يحمله من أمل يعلقه الكثير من أبناء هذا الوطن على مشروع سيوفر سكنا كريما لأجيال اليوم والغد ويكون مركزا مفعاما بالنشاط والابتكار بإذن الله تحت عنوان نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة انطلقت فعليات مؤتمر الإسكان العربي السابع والذي تستضيفه مصر على هامش الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في الفترة من الثامن عشر حتى العشرين من ديسمبر من عام الفين واثنين وعشرين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر السابع للوزراء الإسكان والعرب بيبقى على هامش فيه مؤتمر المؤتمر السندي يعني فيه عدد كبير من الأبحاث الحقيقية يعني أكتر كتير من المؤتمرات السابقة من 11 دولة عربية فيه 19 ورقة وطنية وفيه 6 محاضرات رئيسية وكلهم بيتكلموا على المحاور بتاعة المؤتمر أو المؤتمر الموجودة عليه مصر لها تجارب جميلة اليوم حنا في العاصمة الإدارية أحد التجارب المميزة اللي صراحة احنا كلنا كعرب فخورين فيها فترة قليلة واليوم نشوف فيها بداية ونرى أن الطموح اللي يحمل وفخامة الرئيس اليوم قاعد نشوف كثير من التنفيذ أيضا أكثر من 14 منطقة في مصر وأيضا دول الخليج والعالم العربي يشهد مثل هذه النقلات النوعية اللي حنا إن شاء الله تستمر هذه اللقاءات وتحمل لمواطنيننا ومواطناتنا في دول عربية تحت ظل قياداتنا اللي تطمح أن يكون المواطن والمواطنة العربية في أجود الخدمات السكانية التي يستطيع طلع عليها عقب القلسة الافتتاحية تم افتتاح معرض على همش المؤتمر يشارك فيه عدد من أجنحة وزارات الإسكان في الدول العربية حيث تطرح كل دولة رؤيتها في هذا الصدد نحو إنشاء مجتمعات عمرانية ذكية ومتطورة تناسب التطورات العصرية العالمية والمناسبة الحلوة أننا اليوم مجتمعين في مؤتمر في المدينة العاصمة الإدارية الجديدة والتي هي نموذج للمدن الذكية والمستدامة الأكيد أننا سنستفيد من هذه التجارب والأكيد أن هذه المؤتمرات ستساهم في تراكم الخبرات بما يؤدي إلى زيادة رفاهية المواطن العربي في أينما كان في ضمن هذا الوطن العربي الكبير الالتقاء وتبادل الخبرات سيساهم في دفع عملية التنمية للجميع الحمد لله نحن رئيسي دورة 38 سيصبح تسليم للرئاسة لجمهورية مصر العربية والأردن الحمد لله شارك مشاركة كثير واضحة من خلال أوراق عمل من خلال الأوراق الوطنية ومن خلال عدة أوراق بحثية تقدم فيها عدة أشخاص من الأردن كما أن الأردن شرف وشارك في بوث موجود في المعرض اللي كان مشارك ونحن كثير بنفتخر ونعتز في العلاقات اللي احنا مشاركة ببناتنا في مجال الإسكان وفي مجال المدن الجديدة اللي ما شاء الله مصر تميزت فيها هذا المؤتمر يأتي نتاجا للتعاون العربي وانعكاسا لتضافر الجهود العربية من أجل طرح ومناقشة العديد من قضايا التنمية الحضرية والإسكان المهمة حيث يشارك به لفيف من وزراء الإسكان والتعمير العرب ونحو ستين مسؤولا وخابيرا عربيا من أجل رفع مستوى المجتمعات العربية والارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربية أحمد الحسيني التلفزيون المصري وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تنمونية بمضبوطات بلغت قرابة 752 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط نحو 47 طن وفي مجال حجب أرز الشعيري والأبيض تم ضبط أكثر من 634 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 71 طن وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 917 قضية من بينها 243 قضية خبز نقص الوزن و272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات تحتفل مصر والمجتمع الدولي في 18 شهر ديسمبر من كل عام باليوم العالمي للمهاجر وعضحت وزارة الخارجية أن مصر تستقبل نحو 9 ملايين مهاجر ولاجئ غادروا بلدهم لأسباب مختلفة ووجدوا في مصر الملاذ الآمن حيث يعيشون مع المصريين جنبا إلى جنب متمتعين بالخدمات الأساسية وحرية الانتقال حيث ترفض مصر إقامة مراكز احتجاز أو مخيمات سواء للاجئين أو المهاجرين موسيقى 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 أعلنت وزارة الخارجية إدانة مصر العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف دورية لشرطة العراقية بمحافظة كاركوك والذي أصفر عن وقوة عدد من الشهداء والجرحة وتتقدم مصر بقالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الشهداء الأبطال متمنية الشفاء العاجل للمصابين وضفت الخارجية أن مصر تؤكد على تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب الغاشم مؤكدة انتقاتها في أن مثل تلك الأعمال الخسيسة لم تزيد العراق الشقيق إلا إصرارا على ضحر الإرهابي وسط أصال جذوله أعلن مصدر أمني عراقي مقتل ثمانية عناصر من قوات الأمن من بينهم ضابط إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كاركوك وأوضح المصدر الأمني أن عبوة ناسفة استهدفت سيارتين للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية بمحافظة كاركوك ما أسفر عن سقوط ضحايا أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية تحسين الخفاجي أن تطوير القدرات العسكرية وتسليح الجيش بالأسلحة والمعدات المتطورة والمنظومات الدفاعية من أهم أولويات الحكومة الحالية وأشر الخفاجي إلى إعداد برنامج تسليحي وتدريبي يزود القطاعات العسكرية بأليات وأسلحة حديثة ومتطورة تضاغي حجم التطور في جيوش المنطقة والعالم وأوضح متحدث قيادة العمليات العسكرية المشتركة أنه سيتم شراء منظومات دفاعية ومعدات وأسلحة متطورة فضلا عن إعادة تأهيل بعض القدرات القتالية للقوة الجوية وطيران الجيش أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع سيرجيش ويغو تفقد سيل عمل مجموعة القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا وذكرت الدفاع الروسية أن شويغو قام بجولة جوية حول المناطق التي تنتشر فيها القوات وتفقد المواقع الأمامية مضيفة أن وزير الدفاع تحدث مع الجنود في خطوط المواجهة وشكرهم على آدائهم في المهام القتالية كما استمع إلى تقارير القادة حول الوضع الحالي أعلنت السلطات لونساك مقتل ثلاثة مدنيين جراء القصف الأوكراني على مدينة شاستي بصواريخ حيمارس وفدت السلطات في دونساك بمقتل مدني وإصابة سبعة آخرين صباح اليوم وسط مواصلة القوات الأوكرانية ضرب الأحياء السكنية في دونساك أعلن رئيس الإدارات العسكرية الإقليمية في منطقة ديبرو بيتروفيسكا الأوكرانية فالنتين ريزي نيشكو أن قوات روسية قصفت منطقة نيكابول في دينبرو بيتروفيسكا بالمدفعية الثقيلة خمس مرات في يوم واحد وقال ريزي نيشكو أن الهجوم الروسي أدى إلى أصابة شخص انطلق مساعدة طبية عاجلة وأحدث أضرار كبيرة بعدد من المنازل الخاصة والمباني الملحقة وأحد المدارس كما عثر رجال الإنقاذ على جثة طفل تحت الإنقاذ مبنى بعد إصابته بصاروخ بمنطقة دينبرو بيتروفيسكا غدات ضربات جوية روسية استهدفت البنية التحتية الحيوية بدأت كييف تتعافى حيث استأنفت العاصمة الأوكرانية الخدمات الأساسية وتحرك السكان في المدينة التي يخيم عليها الضباب واستعدوا لموسم العطلات وسط حالة من عدم اليقين وفي الوقت الذي قال فيه رئيس الأوكرانية فولديمير زيلينيسكي إن الكهرباء عادت إلى ما يقرب من ستة ملايين شخص في البلاد قال فيتالي كليتشيكو رئيس بلدية كييف إن ربع العاصمة لا يزال بدون تدفئة لكن شبكة المترو في المدينة عادت إلى الخدمة كما أعيد توصيل إمدادات المياه لجميع السكان وكتب كليتشيكو على تطبيق تيليجرام أن نحو ثلث المدينة فقط لا يزال بدون كهرباء ولكن سيستمر تطبيقه لانقطاعات الدورية في حالات الطوارئ لتوفير الطاقة لأن عجز الكهرباء كبير وقال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا أطلقت أكثر من سبعين صاروخا على أوكرانيا الجمعة في واحدة من أكبر عمليات القصف منذ بدء العمليات الروسية في الرابع والعشرين من فبراير مما أدى إلى حالات انقطاع طارئ للتيار الكهربائي على مستوى البلاد أعمال الإصلاحي مستمرة دون انقطاع بعد هجوم أمس بالطبع هناك الكثير من الجهود اللازمة حتى تستقر المنظومة هناك مشكلات كبيرة في إمدادات المياه كييف وفينيتسيا وليفييف التي تقع أبعد باتجاه الغرب هي المدن التي تعاني من وضع أصعب وفي وقت سابق من الشهر حذر رئيس بلدية كييف من سيناريو نهاية العالم للعاصمة إذا استمرت الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية لكنه قال أيضا أنه لا توجد حاجة بعد لإجلاء الناس ووسط ضباب شتوي قاتم أعاد المسؤولون فتح جسر مشاه شهير كان قد تضرر خلال غارة جوية سابقة ووضعوا شجرة عيد ميلاد أصغر من المعتاد في ساحة مركزية حيث جرت العادة على تزيين المساحة الشاسعة أمام كاتدرائية القديسة صوفيا التي يعود تاريخها إلى قرون مضت بشجرة عملاقة دائمة الخضرة في عيد الميلاد لكن المسؤولين اختاروا هذا العام شجرة إصطناعية بطول 12 مترا مزينة بأضواء موفرة للطاقة تعمل بمولد أكدت بريطانيا أنها أرسالت صواريخ بريمستونتو دقيقة التوجيه إلى أوكرانيا وذلك في إطار حزمة من المساعدات المقدمة إلى كييف وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن صواريخ بريمستونتو لعبت دورا حاسما في عقل التقدم الروسي وتقوم الصواريخ البريطانية بمسح ساحة المعركة واختيار الهدف الأنسب قبل تفجيره اعتبر البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن النزاع في أوكرانيا هو حرب عالمية ولن ينتهي في المستقبل القريب مشيرا إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينيسكي سيرسل قريبا أحد مستشريه الدينيين للفاتيكان للمرة الثالثة وفي مقابلة مع صحيفة ABC الأسبانية أكد البابا فرانسيس أنه على تواصل وسيستقبل ممثل أوكرانيا ويقدم المساعدة لهم مشيرا إلى أن هناك العديد من المصالح المتشابكة فيها قالت شركة جازبروم الروسية أنها تضخ 42.3 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر محطة السوجة في أوكرانيا وذكرت الشركة أن الجانب الأوكراني رفض طلب الضخ عن طريق محطة سخرا نيفكا وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن حجم الغاز الذي يتم مضخه عبر أراضي أوكرانيا قد يصل اليوم إلى 42.4 مليون متر مكعب توقع البنك المركزي الفرنسي أن يتباطى النمو الاقتصادي في البلاد بدرجة كبيرة عام 2023 وأضف البنك أن الوضع في شتاء 2023-2024 قد يظل معقدا بعد شيء على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم يأبى عام 2022 أن ينتهي دون إحداث تصدعات في الاقتصاد العالمي ستستمر معه بدرجة كبيرة في عام 2023 البنك المركزي الفرنسي توقع أن يتباطى النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام المقبل على خلفية أزمتي الطاقة والتضخم قبل أن يعود للانتعاش في عامي 2024-2025 وتوقع البنك كذلك أن يترجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا من 12.6% في عام 2022 إلى 13.10% في عام 2023 وفق السيناريو الأكثر احتمالا وأفاد البنك المركزي أن التضخم سيستمر في الارتفاع في النصف الأول من عام 2023 قبل أن يعود للانخفاض مجددا إلى 4% في نهاية عام 2023 واثنين في المائة في نهاية عام 2024 ومع ذلك فإن شكوكا لا تزال تضلل هذه التوقعات إلى حد كبير بسبب تقلب أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية إضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن وضع فيروس كورونا في الصين وكان التضخم في فرنسا قد ارتفع بأسرع وطيرة له منذ عام 1985 وذلك خلال أكتوبر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع المصنعة وتسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في تضرر إمدادات الغاز في معظم دول أوروبا في نفس الوقت الذي تعطلت فيه العديد من محطة الطاقة النووية الحيوية في فرنسا بسبب الصيانة أعلن رئيس الأزراء اليونانية كارياكوس ميتستاكس عن دعم مشتريات كل أسرة يونانية من المواد الغذائية بنسبة 10% لمساعدتها على مواجهة أعباء التضخم وقال ميتستاكس أمام البرلمان أن تكلفة هذا الدعم قد تصل إلى 650 مليون يورو لمدة 6 أشهر وضف رئيس الوزراء أن كل فرد سيحصل على 220 يورو كحد أقصى وسيتم تحديد السقف بالنسبة للعائلات الكبيرة بمبلغ إجمالي لا يتعدى ألف يورو قالت الرئاسة الشيكية للاتحاد الأوروبي أن مفاوض الاتحاد توصل الاتفاق بشأن إصلاح أسواق الكربون في دول الاتحاد وهي الأداة السياسية الرئيسية للتكتل لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحلارية وقالت وزيرة البيئة الشيكية ماريان جوريكا أن الاتفاق سيطيح لأوروبا الوفاء بأهداف المناخ في القطاعات الرئيسية للاقتصاد مع التأكد من دعم المواطنين الأكثر تضرراً وكذلك الشركات الصغيرة على نحو فعال في التحول المناخي أكد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخالجي نمو حركة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس لعام 2021 لتبلغ نحو 1146.5 مليار دولار مقارنة بـ 840.7 مليار دولار في عام 2020 بنسبة نمو بلغت 36.4% وأضاف تقرير المركز الإحصائي أن نحو 34 حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس سهمت بها الإمارات والسعودية وبلغت الصادرات وطنية منشأ لدول المجلس في 2021 ما قيمته 564.4 مليار دولار بارتفاع مقداره 57.2% بالمئة مقارنة بعام 2020 أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه بحر اليابان والمنطقة الاقتصادية باليابان وذلك في أول اختبار للأسلحة تجريه بيونج يانج خلال شهر من جانبه رصد جيش كوريا الجنوبية إطلاق الصاروخين من منطقة تونجا تشينيجري الشمالية الغربية بينما أعلن حرس السواحر الياباني سقوط صاروخ خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الخاصة باليابان معضح أن الصاروخين أطلق بفارق 50 دقيقة لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى حول نوع الأسلحة التي أطلقتها كوريا الشمالية بالضبط ومدى تحليقها توتر معتاد تشهده شبه الجزيرة الكورية حيث مارست كوريا الشمالية هوايتها في إطلاق الصواريخ الباليستية وأعربت نظيرتها الجنوبية واليابان عن شعورهما الذي لا يتغير بالقلق إذا هذه التصرفات هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أكدت أن بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين متوسط المدى حيث حلق لمسافة 500 كم تقريبا وأشرت إلى أنهما سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان التحذيرات المستمرة من سول وتوكيو وواشنطن يبدو أن صدها لم يسمع في بيونج يانج حيث تواصل اختبارتها العسكرية والأسلحة الاستراتيجية والتي كان آخرها قبل أيام محركا يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة مما يسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلا للصواريخ الباليستية في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وطيرة برامجها النووية والصاروخية كوريا الشمالية أجرت أيضا عددا غير مسبوك من تجارب الصواريخ هذا العام ففي نوفمبر الماضي اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عبرا للقارات قال المسؤولون اليابانيون إن لديه المدى الكافي للوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة وسقط على بعد مائتي كيلو متر فقط قبالة اليابان وهو الأمر الذي دفع كوريا الجنوبية واليابان إلى زيادة مخصصاتهم العسكرية لمواجهة الخطر الكوري الشمالي المتزايد حيث كشفت اليابان عن خطة لتعزيز وضعها العسكرية بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ ليصبح التعزيز العسكرية الأكبر لها منذ الحرب العالمية الثانية وقدمت الحكومة اليابانية احتجاجا رسميا إلى كوريا الشمالية بشأن إطلاقها لصاروخين باليستيين تجاه بحر اليابان ما يثير حالة من التوتر في المنطقة وأعلن نائب وزير الدفاع الياباني تشير إينو أن الصاروخين حلق لمسافة 500 كيلو متر بارتفاع أقصى 550 كيلو مترا قبل أن يسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان مضيفا أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار للطائرات أو السفن فيما أشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن جيش كوريا الجنوبية عزز وضع المراقبة ويحافظ على وضع الاستعداد بالتنصيق الوثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية أجرت القوات البحرية لسول وواشنطن تدريبات ثنائية استمرت أسبوعين بهدف تعزيز التشغيل البينية وذكرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادي أن قوات السيل المتمركزة في السحر الغربي وأسطول الحرب الخاص الكورية الجنوبي اختتمت التدريبات الثنائية وأشرت القيادة إلى أن التدريبات تضمنت تدريبات ثابتة ودنماكية على الأسلحة وتدريبات قتالية عن قرب وتخطيط للمهمات والتبادلات المعرفية والثقافية شكلت اليابان والولايات المتحدة الأمريكية فريقا لتحليل المعلومات التي جمعتهم معداتهم الدفاعية بما في ذلك الطائرات الأمريكية بدون طيار التي تم نشرها مؤخرا بالقرب من بحر الصين الشرقي حيث تكثف الصين أنشطتها العسكرية وأوضحت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه تم تشكيل الفريق الجديد ومقره في قاعدة يوكوتا الجوية في ضواحي توكيو يطلق عليه اسم خلية تحليل الاستخبارات الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان بعد اتفاق ثنائي في اجتماع الوزرين للدفاع بين اليابان والولايات المتحدة في سبتمبر الماضي لتحليل المعلومات المكتسبة بشكل مشترك من الأجهزة والمعدات اليابانية والأمريكية أظهرت النتائج النهاية للانتخابات العامة في فيجي وصول البلاد إلى مأزق سياسي يأتي ذلك بعد فشل الأحزاب المتنافسة في تحقيق غالبية برلمانية واضحة في انتخابات عامة صعبة في فيجي أظهرت النتائج النهائية وصول البلاد إلى مأزق سياسي بعد فشل رئيس الوزراء الحالي فرانك بيني مارما ومنافسي ستيفيني رابوكا في تحقيق غالبية برلمانية واضحة وكان من المتوقع أن يتمكن إما حزب فيجي أولاً بزعمة بيني مارما أو تحالف منافس بقيادة رابوكا من حصد المقاعد الستة والعشرين المطلوبة وفقاً لإحصاء نشرته هيئة الانتخابات الفيجية على موقعها على الإنترنت لكن جاءت النتيجة المتقاربة وغير الكافية لتتوج حملات انتخابية صاخبة شابتها مزاعم بالفساد وسيتطلب تشكيل الحكومة الآن مفاوضات مطولة وقد سارع الطرفان لمغازلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على ثلاثة مقاعد ويمكن أن يرجح كفة طرف على الآخر ويقود الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيليام جافوكا وهو سياسي متدين كان سابقاً رئيساً لاتحاد فيجي للركبي واستضم خلال تلك الفترة مع بيني مارما وربوكا معاً ولا يزال على خلاف معهما ورغم أن فيجي دولة صغيرة يبلغ عدد سكانها 900 ألف نسمة إلا أن لنتيجة انتخاباتها آثاراً إقليمية فقد أقام بيني مارما علاقات وثيقة مع الصين في حين يقترح رابوكا وجافوكا تقليص هذه العلاقات وانضم الاشتراكيون الديمقراطيون في وقت سابق هذا الأسبوع إلى ائتلاف من خمسة أحزاب سياسية أخرى للمطالبة بوقف فرز الأصوات وإجراء تحقيق في الانتخابات في هذه الجزيرة بالمحيط الهادي التي تعصف بها منذ سنوات الخلافات الإثنية وتسودها الفوضى السياسية دعا لرئيس الفرنسي إمانويل مكرو المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي كوب 15 والمنعاقد حالياً في مدينة مونتريال بكندا دعا إلى التوصل إلى اتفاق طموح بشأن التنوع البيولوجي وقال الرئيس مكرون في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه يجب القيام بأقصى ما يمكن بدلاً من اتخاذ قرارات بسيطة مطالباً للدول المشاركة بالتوصل إلى اتفاقية بشأن حماية أفضل تنوع ببيولوجي وأضاف أنه إذا لم يتم حماية الغابات والمحيطات فستتعرض الإنسانية للخطر انطلقت عمل قافلة الطبية بالوحدة الصحية بأم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال مدير الإمداد الطبي بالبحر الأحمر أحمد الصوي أن القافلة أجرت الكشف وقامت بصرف العلاج لعدد 185 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها 25 فحصاً معملياً و15 فحصاً بالأشعة والسنار و70 حالة كشف مبكرة عن الأمراض المزمنة وعشر الصوي لأن القوافل الطبية تضم تخصصات البطنة والأطفال والنساء والتوليد والمسالك والأسنان مضيفاً أن القوافل تجوب كل قرى بحافظات البحر الأحمر لتوصيل الخدمات للمناطق المحرومة والأكثر احتياجاً وانطلقت القافلة الطبية المجانية بوادي الحسوة بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتتضمن القوافل توقع الكشف والفحص الطبية على أهالي الوادي والمناطق المجاورة في عدة تخصصات طبية من بينها البطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان وعيادة تنظيم الأسرة إضافة إلى معمل وصيدلية وتحليل وصرف العلاج بالمجان وتهدف القافلة لتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجاً نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من شائعات في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة وأوضح المركز الإعلامي نقلاً عن شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية مؤكداً أن كافة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين نظمت الأمانة العامة لحزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة ندوة تحت عنوان الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية لمناقشة عدد من الموضوعات الداعمة للاقتصاد في الفترة الرهنة واسترد المشاركون خلال الندوة العديد من الأفكار والرؤى الخاصة بالمحور الاقتصادي الذي يعد محوراً أساسياً من محاور الحوار الوطني لرفع توصياته لمجلس أماناء الحوار الوطنية الحوار كان تاري جداً واشتركت عديد من الشخصيات الهمة جداً في إدارة هذا الحوار وقد نوقش من عدة جوانب ومن عدة وجهات نظر الحرب الأوكرانية الروسية هي إنعكاس لمخاضة عالمية لتغيير في النظام الاقتصادي العالمي تأثيراته لسه مش واضحة لحد دلوقتي هتوصل بفين ولكن هو كان زي ما بنوع عليه الفصل الثاني بعد ما كان الفصل الأولاني أزمة الكورونا واللي حصل فيها الفصل الثاني هو الحرب الأوكرانية الحقيقة حزب الحماية الوطن كان له صابقة في وجود قبول الدعوة للحوار الوطني واللي بيها وعلى غرارها تم كتير من انجلسات في محافظات الجمهورية كلها والنهاردة انطلاقاً واستمرار لهذا الأمر في محافظة القاهرة ومبادرة هامة جداً عن موضوع الحرب الروسية الأوكرانية وضرورة دعم الصناعة الوطنية في هذا الأمر لما له من أهمية كبيرة جداً من إدراك القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية لأهمية سلاح دعم الصناعة الوطنية في المستقبل نبدأ اننا فعلاً شغل فرض الواقع يعني الحمد لله التواجد النهاردة دي كلها قيادات تنظيمية موجودة كلها على حكمة ووعي بمدى خطورة الوقت اللي احنا فيه والتواجد بتاعنا وتأثيرنا على المواطن البسيط اللي في الشارع اللازم يشوف كمية التحديات اللي بيتواجهها الحكومة والسيد الرئيس الفترة دي فعلاً كلنا محتاجين للحوار الوطن نعشنا وكنا بناخد من الناد ودينا نحن نطلع بنقاط محددة ان شاء الله هنرفعها للقيادة المركزية للحزب ومن خلالها ترفع إلى لجنة الحوار الوطني العليا حتى يكون حزب حموات الوطن بهذا ساهم بشكل إيجابي سياسي وحزبي في الوصول إلى مقترحات وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ على الأرض الواقع إن شاء الله افتتحت محافظة مطروح محطة رفع أصرف الصحية الفرعية سبعة إبلي أريفية بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمنطقة جاء ذلك احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة مطروح وتعمل محطة الرافع الفرعية سبعة إبلي أريفية بطاقة خمسة ألاف متر مقعب يومياً وبطاقة قصوى ثلاثة عشر ألف متر مقعب يومياً حيث تبلغ الطاقة القصوى المستقبلية للمخطة واحد وعشرين ألف متر مقعب يومياً استكمال احتفالاتنا بالعيد القومي لمحافظة مطروح واستكمالاً لعمال الافتتاحات بنفساتح النهضة محطة الرافع الصرف الصحي بمنطقة إبلي أريفية وطبعاً هذه المحطة بإشارة الصرف الصحي الخاصة بها بتخدم مناطق إبلي أريفية ومنطقة غوت رباح وإثبت العسكر المحطة ديت إن شاء الله بإذن الله رابع محطة يتم افتتاحها خلال أعياد القومية مدينة مطروح بتصل نسبة التغطية بدخول المحطة دي إن شاء الله للخدمة إلى 90% من سكان مدينة مطروح وده طبعاً تبقى لتوجهات القيادة السياسية وتوجهات فخمة الرئيس بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتتشينه مبادرة قطار الخير بصعيد مصر بداية شهر ديسمبر الجالي أعلن مستشفى شفاء الأرمان لعلاج الأورام بالأقصر عن افتتاح المرحلة الرابعة لعلاج سرطان الأطفال بالمجان هذا وتشهد المرحلة الرابعة افتتاح قسم علاج اليوم الواحد ويضم 18 كرسي على كيم أوي لتصل الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 30 كرسياً بجانب وحدة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال بدنياً ومتابعة نشاطهم الحركي انطلق بمدينة الأقصر المهرجان القومي للتحطيب في دورته الثانية عشرة وتشارك في المهرجان هذا العام فرق من بني سويف والمينيا وأسيوت وسهاج وقنة والأقصر وملاوي والشرقية للفنون الشعبية وشيوخ اللعبة من نفس المحافظات ومجموعة مزمار النيل المصاحبة للعيب التحطيب ولعبة التحطيب هي رياضة قتالية عرف بها أهل الصعيد الذين ورثوها عن المسرين القدامى منذ آلاف السنين ووجدت نقوشها على جدران المعابد الأثرية في الأقصر والمينيا في الوقت في خلفيتنا معبد الأقصر باعتبار أن اللعبة تم معرفتها من خلال النقوش على جدران المعابد وفي نفس الوقت عرفناها برضو من النقوش على جدران مقابر بني حسن في المينيا عايزين نقول أنها لعبة مصرية أصيلة تم تسجيلها بمنظمة اليونسكو عام 2016 باعتمارها ترى الثقافي غير مادي لعبة مصرية أصيلة عنوانها الدفاع عن النفس القوة الشجاعة والزهو والانتصار والفرحة رابع سنة على التوالي مشاركين في مريان التحطيب من محافظة المينيا مشاركتنا كل سنة في شهر 12 بنيجي بنحضر مريان التحطيب احنا معوادين هنا كل سنة نيجي من محافظة المينيا وحافظة لوكسور ومحافظة أسوت ومحافظة صهاج ومحافظة جينة يعني كلنا مشاركين مع بعضنا احنا مشتركين في المهرجان التحطيب ده من أول بداية المهرجان نفسه من سنة 1995 كل عام ينشأ فيه المهرجان هنا في ساحة أبو الحجاج احنا بنكون من ضمن المجموعة اللي هي مشتركة في المهرجانات لعبة التحطيب لعبة فرعونية قديمة ونحن الآن بنحافظ على هذه اللعبة وبقت اللعبة منتشرة في جميع قرى محافظة أسوان وفي قرى محافظة الأقصر وقرى محافظة قناء وكذلك سهاج والمينيا وأسيوت تسعى الدولة بشكل مستمر لتعظيم الثروة السمكية وتنميتها ما يعمل على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي وتحقيق الأمن الغزائي وفي هذا الصدد تقوم الدولة بتنفيذ عدد من المشروعات من بينها المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة وهي واحدة من أكبر مزارع هيئة الثروة السمكية ها هي بشائر الخير تتلألأ بالمزرعة السمكية ببحيرة المنزلة والمعروفة بإنتاجها أجود أنواع الأسماك في مصر المزرعة التي تعتبر واحدة من أكبر المزارع التابعة لهيئة الثروة السمكية تأتي ضمن مجمع سمكي به مزرعة سمكية ومصنع أعلاف إضافة إلى مفرخ سمكي ومركز تدريب المزرعة دي على مساحة ألف فدان في زمام مدينة المنزلة محافظة أهلية إحدى المزارع التي قامت الدولة المصرية في التمرينات بإنشاءها لكي تكون قاطرة لقطاع الزراع السمكي في مصر المزرعة دي ملحق بيها مصنع ألف ملحق بيها مفرخ سمكي لكي يكون دايرة بتاعتنا مقفولة ونستطيع أن نسيطر على عملية الإنتاجية الموجودة عندنا في المزرعة جهود الجهاز لتنمية الصروة السمكية بيتمثل في توفير سبل الإنتاج للمستزرع الأسماك عندنا في القطاع سواء الصيد الحر أو الصيد المستزرع الإنتاج السمكي طبعا داليه تيسيرات وداليه تيسيرات قطاع الزراع طبعا بيوفر له الزريعة بيوفر له العلف بيوفر له الأجهزة اللي بتمنع الأمراض أو بتعالج الأبراض عنده وتزيد مساحة المزرعة عن ألف فدان وتم تقسيمها إلى أحواض مساحة الحوض تتراوح من فدان إلى 12 فدان الأسماكة اللي أول بتحتاج أعماق ليلة اللي الوقت بقى فاق أعماق وتقدر تزيد زيادة لزيادة الإنتاجية ومع طبعا من منطقة الجنوب منطقة مياه شروب من المصرف الزراعي مع المياه الجاية من منطقة المسلس المتصل بمحر المتوسط طبعا أعمال التكريج دي لحسنت ورفعت من إنتاجية حتى المزارع السمكية ومناطق الشد الحور وتنتج المزرعة كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك التي يجرى نقلها بعد ذلك إلى أماكن الفرز والتصنيف قبل أن تحدد هيئة الثروة السمكية الأسعارة في مزاد حسب التكلفة الفعلية للأسماك أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى وذلك بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدنة اللغة العربية ودعمها تأتي الاحتفالية بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية لتفكير الأجيال بأهمية اللغة ودورها في الحفاظ على الفكر العربي بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية أقام مجمع اللغة العربية احتفالية كبرى وذلك بحضور أعضاء المجمع إلى جانب عدد من الشخصيات التي قامت بدور فعال في خدمة اللغة العربية ودعمها من الممكن النظر إلى هذا الاحتفال الذي ليس مقصورا على مجمع اللغة العربية الآن مجامع لهوية عربية كثيرة في العالم العربي بل توجد بعض الجامعات في بعض البلاد الإسلامية تحتفل باللغة العربية بمناسبة هذا اليوم الذي حددته الأمم المتحدة لاحتفال باللغة العربية 18 ديسمبر في من كل عام هذا اليوم من أهم الأيام للغة العربية صحيح هناك وجهات نظر تقول أن اليوم العالمي للغة العربية يعني احتفالا بيوم واحد للغة العربية ولكن لابد أن نحتفي ونحتفل باللغة العربية طوال العام وطوال الأعوام لأنها اللغة الأم الاحتفالية تضمنت عددا من الجلسات تحت عنوان اللغة العربية في التعليم بين الواقع والطموح واللغة العربية والتحديات الحديثة هذا إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات البارزة في خدمة اللغة العربية في مختلف المجالات كما يقدم المجمع تخفيضات تصل إلى 50% على عدد من الإصدارات اللغة العربية الحقيقة لا بد أن نهتم بها لأنها اللغة التي هي تمثل شكل من أشكال أو الشكل الأهم للحفاظ على الفكر العربي لأنها لغة ضابطة ومضبوطة كما أقول لغة ضابطة لهذا الفكر المحتوى الفكري ومضبوطة بأحكام اللغة هذا الاحتفال أهمية أنه يذكر الأجيال بأهمية اللغة وأنها أصبحت يحتفل بأن هذا ذكرى دخلها كلغة سادسة في الأمم المتحدة ومهمة أوي ولاد اللغة العربية أن يهتموا بها ويدفعوها إلى الأمام يأتي اليوم العالمي للغة العربية تقديراً للغة الضاد والتي تعد ركناً أساسياً في التنوع الثقافي للبشرية وذلك عن طريق إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد أنشطة وفاعليات خاصة في هذا اليوم جرمين إبراهيم التلفزيون المصري يلتقي منتخب فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم بقطر 2022 بعد قليل على ملعب لوسيل يسعى منتخب الديوك بقيادة بابي للحفاظ على اللقب بعد الضفر به في روسيا 2018 فيما يحاول رفاق ميسي استعادة اللقب الغائب منذ عام 1986 تتجه أنظار السحرة المستديرة إلى ملعب لوسيل في موعد للتاريخ حيث يلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأرجنتيني في مواجهة حاسمة ومصيرية يتنافس خلالها المنتخبان على اللقب ضمن منافسات نهائي كأس العالم لقرة القدم 2022 بقطر التتويج بالكأس بات أقرب من أي وقت مضى حيث يفعل منتخب الفرنسي بطل النسخة السابقة للحفاظ على اللقب ويمتلك الديوك لقبين في تاريخ المشاركة ببطولة كأس العالم على مدار 22 نسخة من بينهما النسخة الأخيرة التي أقيمت في روسيا 2018 وتوجبها المنتخب الفرنسي كما يمتلك منتخب الأرجنتين لقبين أيضا حصل عليهما خلال 1978 و 1986 ويخوض راكس التانجو بقيادة ليونيل ميسي استعدادات جدية لاقتناس اللقب من فم الديوك الذي يخوضه والآخر ميرانا قويا من أجل الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي وكان منتخب التانجو قد نجح في التأهل على حساب كروتيا في دور النصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد فيما تأهد المنتخب الفرنسي إلى النهائي بعد الفوز على منتخب المغرب بهدفين دون رد وبرغم خسارة المغرب إلا أنه سطر تاريخا جديدا له وللعرب وللقارة الأفريقية بوصوله للدور النصف النهائي وينفرد المنتخب الفائز باللقب الرابع في قائمة ترتيب المنتخبات في الحصول على الكأس والتي تتصدرها البرازيل برصيد خمس مرات ومن ثم ألمانيا وإيطاليا برصيد أربع مرات إذن مباراة قوية وحاسمة يخوضها المنتخبان على اللقب الأغلى في قرة القدم ومعانقة الذهب والفوز بالمنديال لإسعاد الجماهير المتعطشة لتلك البطولة منذ سنوات انتهت مشارتنا ولم يتبقى لنا سوى التفكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يوجه بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائي الرئيسية ميسل تدين الهجومة الإرهابية الذي وقع بمحافظة قاركوب بالعراق وأسفر عن وقوة عدد من الشهداء والجرحة القوات الروسية تقصف منطقة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة وقصف أوكراني لأحياء في دونتسك ختم النشرة من التلفزيون المصري شكرا لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة